جزاكم الله خيرا ماذا أفعل في الصلاة عندما أصاب بالوسلاس أو التفكير علما بأني أعرف ماذا قرأت من القرآن جزاكم الله خيرا يجب عليك أن تلتفت للوساوس وأن تقبل على صلاتك وأن تستعيد الله من الشيطان تقبل على صلاتك ولا تنفعل معه الوساوس والخواطر عليك بإحوار قلبك وطرد الوساوس وعدم التفكير فيها والاسترسال معها هذا هو واجب عليك لا